اعتبر رئيس لجنة الدرائب ونظام الصرف داخل الاتحاد العام لمقاولة المغرب السيد محمد حديد أول أمسنا الاثنين أن قانون المالية برسم سنة 2019 يبقى بنسبة للاتحاد مرضيا بشكل عام وقال السيد حديد إن هذه المؤسسة المقاولتية راضية عن النتائج التي تحققت بفضل النقاشات التي تم إجراؤها مع الحكومة حول مجمل التدابير التي تضمنها القانون المالي مضيفا أن هذا القانون تميز باتخاذ إجراءات لتمكين المقاولات من أداء المستحقات الضريبية المتأخرة وتأكيده على ضرورة التزام جميع الأطراف بما في ذلك الدولة والمقاولات باحترام أجال الآداء وأوضح أن من بين الأسباب التي جعلت الاتحال العام لمقاولة المغرب يعتبر أن قانون المالية 2019 الذي يشكل مرحلة مهمة من أجل تقدم الاقتصاد وسيكون له تأثير إيجابي على المقاولة يبقى مقبولاً تضمونه تسديد الإدارة لمتأخرة الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة برسم سنة المالية 2018 كما سجل أن تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 20 إلى 17.5% بالنسبة للمقاولات التي تتروح أرباحها ما بين 300 ألف ومليون درهم وإلى 10% بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم سيعطي دفعة جديدة للمقاولات الصغرى